لو عندك فكرة أو عندك محتوى أو رأي أو موقف أو إعلان عايزه يوصل لأكبر عدد من الناس وعايز تقنعهم به وتوهمهم بأنه هو ده الرأي العام رغم أنه رأيك أنت لوحدك ومصلحتك أنت لوحدك ويمكن أنت نفسك مش مقتنع به خليني أقولك أن ده موضوع دلوقتي بقى سهل وبسيط جدا مش محتاج منك أكتر من شاشة كمبيوتر وكريدت كارد علشان المصاريف وعلى فكرة مش مصاليف كتير بالنسبة لحجم التأثير اللي أنت ممكن تحصل عليه هم شوية برامج ريتويت على شوية مجهود من الزباب الإلكتروني التابع ليك وكم ألف تعليق مبرمج من صفحات مجهولة لناس عايشين في الجانب الآخر من الكوكب مبروك أنت بقيت ترند لعبة بدأت في الأول كفكرة تسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الهدف منها هو خلق نوع من الجذب للمنصة نفسها المنصة هي كانت صاحبة المصلحة في أنه يبقى عليها ترند لأنه عندما يصبح شخص ما أو حدث ما أو خبر ما أو مصطلح ما حالة رائجة النهاردة ده بيحفز المستخدمين على مزيد من التفاعل على المنصة يدخل ويشوف ويعمل لايك يكتب بوست يفعل الهاشتاج وبالتالي المنصة نفسها تكسب أكتر كل منصات التواصل الاجتماعي عايشة على الإعلانات وطالما عايشة على الإعلانات يبقى أهمها الأكبر هو الترافيك الحركة والزيارات اللي بتحصل عليها والتفاعل اللي بيحصل عليه الترافيك اللي بيجي لها من خلال الموضوعات الأكثر جذبا أو ما يعرف باسم الترند كل منتج المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي من مصلحتهم يشاركوا في الترند لأن ده ضمانة ليهم أن هم هيكسبوا ترافيك أكبر وبالتالي أرباح أكتر وكل منصات التواصل الاجتماعي بتخبر جمهورها بتحديثات فورية للموضوعات الأكثر جذبا يوتيوب بيعمل كده فيسبوك بيعمل كده تيكتوك بيعمل كده بيقولهم يا جماعة دي الموضوعات اللي ترندينج النهاردة بيقولهم ايه ترند في العالم كله أو في إقليمهم الجغرافي علشان يشاركوا فيه كشكل من أشكال المصلحة المشتركة بين المنصة وبين المستخدم وهنا السؤال إذا كان الأساس الذي تقوم عليه الشبكات الاجتماعية هو يكونها منصات تعبر عن مستخدميها اللي هما المفترض يعني أنهم مواطنين عاديين إعلام العاديين للعاديين ما عندهمش أيديولوجي مش موجهين فكريا وسياسيا ولا بيمثلوا مصالح تتجاوز مجرد أفكارهم الشخصية إيه اللي يدفعهم للاستجابة والانشغال بقضايا مختلقة وبعيدة عن الواقع أو لا تخصهم في الأساس كيف يتم تصنيع الاهتمام وترتيب الأولويات لدى الشخص بما يخالف في غالب الأحوال وربما في كل الأحوال واقعه الحقيقي شوفي يا عزيزي في الحروب النفسية وفي حرب المعلومات كل شيء متاح ومباح ومن هنا تلقفت أجهزة المعلومات للدول غير الصديقة أو للجماعات الإرهابية هذه الفكرة التسويقية العظيمة لمنصات السوشيال ميديا علشان تصنع منها ترند أو رأي عام مزيف وأصبحت الترندات المصنوعة أحد أهم أسلحة الحرب الإلكترونية الحديثة على مواقع التواصل الاجتماعي هي شيء لا يحتاج إلى تكاليف مالية كبيرة ولا يحتاج إلى ترسانة فتاكة من الأسلحة ولا بتفقد في سبيله جنود من جيشك مش محتاج أكتر من شوية أجهزة كمبيوتر روبوتات مبرمجة تقدر من خلالها أنك تؤجج صراعات وتصنع فتنة وتخلق رأي عام غاضب معتمد أنا على شوية ذباب إلكتروني هو عبارة عن حسابات وهمية بيتم إدارتها عن طريق برمجيات ومواقع تقوم بكتابة التعليقات وبتحط لايكس وبتعيد التغريد تعمل ريتويت تلقائيا وفجأة تلاقي ألاف التغريدات والريتويت لحسابات لسه معمولا بارح بتنشر بوست واحد أو صورة واحدة للدفاع عن وجهة نظر معينة أو بتهاجم وجهة نظر مخالفة ضد أشخاص أو ضد الدول علشان توهم باقي مستخدم المنصة أن هو ده الحدث الأهم أو أنه ده هو الرأي العام وهو في الحقيقة مش كده خالص أو مش بالضرورة يبقى كده خالص يمكن هذا النوع من الحروب المعلوماتية ظهر بشكل كبير جدا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 والاتهامات التي وجهت الإدارة الروسية وقتها بالتلاعب بالرأي العام الأمريكي وتوجيهه أثناء الحملة الانتخابية الأمريكية من خلال اختراق الشبكة الخاصة للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وتسريب معلومات على شبكة الانترنت تؤثر على السلوك الانتخابي للمواطن الأمريكي ولكن هنا في منطقتنا كان الملعب مفتوح من قبل ومن بعد 2011 الجماعات الإرهابية والتكفيرية اشتغلت على فكرة الهاشتاج واشتغلت على فكرة الترند المزيف تقريبا في كل الدول التي كان لها نصيب من الثورات التي تحولت إلى أزمات وتحولت معها مواقع التواصل الابتماعي إلى منبر لتغذية الطائفية والكراهية ودعوات التخريب والإيمان العميق بالدونية وخاصة في مصر بعد 2013 الجماعة الإرهابية حاولت مرات عديدة كثيرة يا كل يوم إنها تخلق حالة من عدم الاستقرار ونشر الشائعات وتزييف الحقائق واجتزاء التصريحات وانتهاك الخصوصية والتحريد ضد المصريين بهاشتاجات واترندات ممولة ومزيفة استراتيجيات التنظيم الإخواني هنا كانت بتقوم على فكرة التلاعب بالصور بالفيديوهات الأخبار المفبركة رفع معدل التفاعل عليها والنشر هو إعادة النشر وتكرار المحتوى على نطق واسع جدا بما يوحي إنه هو ده الحقيقة هو ده الرأي العام الشامل وإذا كان فيه هاشتاج حقيقي لأشخاص عاديين ومستخدمين طبيعيين بيعلقوا على أمور إيجابية بيعلقوا على مشروعات خدمية مصنع يفتتح مثلا أنه مبسوطين به ومن الزباب الإلكتروني الإخواني ييجي يهاجم الهاشتاج النشط وينشئ هاشتاج آخر معاكس له بعدد أكبر من الحسابات التي تقوم بتكرار نشر التغريدات تشكل موازي وتغرق مواقع التواصل الابتماعي بمحتوى وأفكار معارضة دي اللعبة باختصار طيب حضرتك كمستخدم تعرف إزاي إنه الهاشتاج ده مزيف أو إنه الترند ده وهمي والتفاعل عليه وهمي علشان ما تبقاش جزء من هذه اللعبة ما تبقاش انتزبون وعشان ما يتمش استغلالك في هذا التفاعل المشبوه الموضوع من منتهر بساطة ادخل على أي حساب من الحسابات اللي عاملة رتويت أو نسخة البوست أو عاملة شير هتلاقي إنه حساب ما فيهوش أي معلومات شخصية حقيقية الاسم مستعار محال الإقامة مثلا في دولة سي لاند بالمناسبة دي أصغر دولة في العالم ومسحيتها حوالي 550 متر مربع شقة يعني وبتقع قرب السواحل الإنجليزية وهتلاقي الصورة الشخصية هي صورة لطفل رمزي ديني صورة لمسؤول سياسي الحساب نفسه فاضي ما عندوش متابعين ما لوش أصدقاء يمكن يكون يتعمل بس علشان يعمل رتويت أو ينشط الهاشتاج لأنه النوع ده من الحسابات في الغالب بيتم إغلاقه أو تجميد نشاطه نتيجة للتبليغ عنه مثلا بأنه حساب وهمي أو أنه المنصة من النوع اللي بيتخلص من هذه الحسابات بيتم إنشاء صفحات جديدة بشكل يومي بدائل بقى لهذه البوتس فهتلاقي أنه أغلب هذه الصفحات تم إنشاءها في وقت واحد يعني بتنشأ خصيصا علشان تعمل الترند ده أو علشان تعمل المهمة دي وإنشأت في وقت قريب من بعضه خلال يوم أو يومين وعلقت على البوست أو عملت شير للصورة برضو في وقت واحد كلها آليا كده لأنها بطبيعة الحال حسابات مبرمجة آلية وبالتالي هي لعبة هتفقد تأثيرها بمجرد ما حضرتك تقدر تميز بين إن دي النقاشات وتفاعلات لحسابات حقيقية أو أشخاص حقيقيين أو حسابات مزايفة ومرتبطة بالذباب الإلكتروني